اهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تعلم الشاترانج زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا الطوفولد أتاك أو الهجوم المزدوج وعرفنا ازاي بنقدر نعمله بطريقة صحيحة عشان نقدر نكسب ماتيريال وبكده اتعلمنا اول طريقة من طرق التاكتكس كلنا عارفين ان دور الشاترانج بينتين هايتين نكسب او نخسر لكن النهاردة هنعرف ان في حاجة اسمها تعادل ودي نهاية تلتل دور الشاترانج هنتعلم كويس امتى الدور ينتهي ويبقى تعادل والحالات المختلفة لده ودلوقتي يلا بينا نبدأ اول فقرة من برنامجنا وهي حسة الشاترانج ودلوقتي معدنا مع فقرة حسة الشاترانج اللي هنتعلم فيها حاجة جديدة وهي التعادل او الدروب الانجلش بس خلونا قبل ما نبدأ نرحب بأصدقائنا يحيا ازايك يا يحيا؟ ازايك فاكر كل الدروس اللي اخذناها قبل كده؟ اه مرابو يحيا ومعنا برضو نتالي ازايك يا نتالي؟ درو او التعادل احنا عرفنا قبل كده ان بعد ما يحصل الكش مات النتيجة بتبقى مكسب طرف وخسارة طرف اخر هنا في نتيجة تالتة ممكن تحصل هي الدرو او التعادل اول حاجة فيها مشهورة جدا ان ممكن كل الكطع تخلص ويبقى الكنج وقصد الكنج طيب النتيجة هتطلع التعادل لان ما ينفعش عمليا ان الكنج يدي كشي او يقرب من الكنج التاني لازم يكون في بينهم مربع فادي حتى مثلا لو شفنا كده في الموقف ده ان الكنج الاسود الملك الابيض الملك الابيض الملك الابيض حابس الملك الاسود في الكورنر ان هو اكتر مكان القطع بتتحبس فيه طيب ومع ذلك لسه الكنجة عنده حركة فما فيش كش مات ممكن تحصل في الموقف ده برضو بسبب ان الملك مينفعش اصلا يدي كشي للملك التاني تاني طريقة من طرق التعادل هنعرفها دلوقتي اللي هي ممكن يكون معانا قطع غير كافية لعمل الكشي مات برضو تاني المعلومة اللي لسه هي لحضراتكو عليها ان اكتر مكان القطع بتبما ملهاش حركة فيه زي ما شفنا في الدرس اللي قبل كده ان الكورنر بيخلي عدد حركات القطع بتقل فالملك واقف اكتر مكان حركته فيه بتقل اللي هو الكورنر والملك بتاعي واقف اكتر مكان يقدر يقرب منه فيه اللي هو فيه بينه ما بينه مربع والفيل بتاعي بيتديله كش ومع ذلك الملك يقدر يعمل موف في مكان سيف يبقى دي كده الكطع اللي معايا اللي هو الملك والبشوب غير كافين او ما يقدرواش يعملوا مع بعض تشيك مات وبالنتيجة تطلع هنا تعايده البرده نفس الكلام شتفرق لو كان الفيل بيمشي على الدياجونال او الوطر الابيض او لو كان بيمشي على الدياجونال الاسود والمعلومة هنا مهمة جدا في بعض الناس بتتلغبط فيها كثير ان هممكن يفتكر ان انا حابس الملك بتاعه talk ومالووش اي حركة يتحركها ان انا كده كسبت الدور بالعكس اللازم حاجة مهمة جدا تحصل واخدناها في الدروس اللي قبل كده اللي هي لشيك ان انا سكون عامل تشيك للملك او تهديد للملك وهنا goodies انا حابس الملك واتحركش مالووش اي حركة يقدر تحركها بس مافيش الحاجة الاساسية أخشن يحصل الكش مات الإنلي هي التشيك أو الكيش والنتيجة هنا بتطلع درو وبنسميها الستيل مات يعني أو الدرو عن طريق أن الملك محبوس ما لهش حركة وما فيش كيش نفس الكلام لو كان معايا حصان لأن زي ما احنا عرفنا قبل كده أن قيمة الحصان نفس قيمة الفيل فبالزبط مش هيقدر برضو الحصان مع الملك بس يقدروا يعمله تشيك مات يعني برضو لو حبسوا وخلاها ما يقدرش يتحرك من غير كيش هيطلع نتيجة درو بطريقة الاستيل مات أو لو كان بيديله تشيك أو كان الحصان مثلا بيديله تشيك من هنا كان هيبقى ليه مكان هروب دائما على طريق يعني مثلا الحصان لو كان واقف هنا في المربع بتاع السي سيفن هيبقى بيدي تشيك للكينج بس الملك مفيش حد يمنعه أنه يجي هنا في الموقفين اللي فاتوا دول عرفنا أن الفيل اللي هو قيمته زي ما قلنا قبل كده ثلاثة بوينت والحصان ما قدرواش يعمله تشيك مات طيب هل الموقف ده الماتيريا الكافية اللي معاي أنا معاي ملك وعسكري وعسكري بيستوي واحد بوينت هل الموقف ده الماتيريا الكافية لان هي تعمل تشيك مات ولا لأ حد فيكو عارف المعلومة دي آه طيب هل العسكري الواحده مع الملك يقدر يعمل تشيك مات ولا في حاجة لازم نعملها الأول تقدر تقول لنا لازم نرأي براوك هبقى دي معلومة مهمة جدا العسكري الواحده مش يعرف يعمل تشيك مات حاليا في الموقف ده لو الملك الاسود لوحده من غير أي قطع تانية حبساء فالهدف الرئيسي هنا أن الملك الأبيض يقدر يرأي العسكري ده لقطعة كبيرة زي ما عرفنا دلوقتي الكطعة الكبيرة زي الطبي أو الوزير هي اللي تقدر تعمل تشيك مات لأن احنا شفنا المواقف اللي فاتت الفيل والحصان ما قدروش يعمله تشيك مات يبقى أنا لو هوصل أرأي العسكري ده لطبي أو وزير هقدر عمل تشيك مات فلازم الهدف الرئيسي عشان أقدر أقول المواقف ده تعادل ولا لا إن أنا هقدر أرأي العسكري ده ولا لا فالأبيض لو عليه اللعب هيبدأ يفتح الطريق للعسكري بتاع أنه هو يرأي ويمنع عن الملك ده إنه هو يكل وهنشوف بعد كده بالتفصيل هنعمل إيه في المواقف الزي ده طيب ممكن لو الأبيض معاه قطعة كافية أن هي تعمل تشيك مات زي الوزير والملك يقدر يعمل تشيك مات بسهولة زي ما شفنا في درس التشيك مات بس الأبيض عليه اللعب ومالعبش صح في اتجاه أو في طريق التشيك مات زي هنا الأبيض ممكن غلطة ممكن يعملها إنه هو ما يلعبش بطريقة صحيحة على التشيك مات وهنعرفها إن شاء الله في الدروس اللي جاية إزاي بالملك والوزير نعمل خطوة وخطوة لغاية ما نعمل التشيك مات لو لعب لعبة زي دي هتلاقي النتيجة في الآخر إيه إن الملك محبوس في الكورنر والقطع بتاعتي ما نعمل حركة وكده ما فيش تشيك ولا فيه قطعة تانية مع الاسود تقدر القطعة الاسود تعمل نقلة قانونية بيه يبقى كده النتيجة برضو هتطلع تعادل في الموقف اللقصدنا ده برضو شكل تاني من أشكال التعادل إن الملك يكون محبوس في الكورنر معاه قطعة تانية المرة اللي فاتح كان الملك الوحده ما فيش أي قطعة تتحرك المرة دي الملك معاه عسكري بس برضو الموقف ده العسكري مش يقدر يتحرك لإن العسكري ما يقدرش يعمل جنب من فالعسكري ده فبالتالي ما فيش أي نقلة قانونية الاسود يقدر يلعبها لو الاسود عليه اللعب وكده هتبقى النتيجة برضو تعادل طب الموقف اللي بعدين نختبر فيه كده عبطلنا نشوف فهمه الكلام اللي أنا قلته ولا لا لو الموقف ده نفس الموقف بس عملنا إضافة بسيطة كده في الكطع بالنسبة للأبيض والاسود فنيجي النتالي تقدر يا نتالي تقولي لي لو الاسود عليه اللعب هيبقى تعادل بطريقة الاستلمات ولا لسه عنده حركة ممكن يتحركها لسه عنده حركة اللي هي الفان يروح في الأي فور برافو نتالي فعلا ده تعوضيح عشان طريقة الاستلمات نفهمها كويس ان مش كل مرة الملك يكون محبوس فيها عملوش حركة وما عملوش تشيك يبقى كده دروح لازم يكون معندوش اي حركة قانونية تانية يقدر يلعبها زي هنا الاسود كده مش تعادل لانه عنده عسكري هنا والطريقة مفتوحه قدامه ممكن يتحرك نقلة طبيعية خالص زي ما هنشوف ده لقد كده اللعبة على الابيض طيب هنيجي ليحيا في المواقف ده لو يحيا انت بتلعب بالابيض هديك اختيارية لو انت عايز تكسب المواقف ده تبدأ تلعب الرك هنا في الجي فور ولا تحرك الرك ناحية البيتو تختار مين في يوم بيتو طيب ممكن توضح لنا ليه ما اختارتش دي واختارت دي عشان ما اجي في بيتو لازم يلعب في الجي اي بعدين هامل بكرانج شاكميت بالرك بي ايت بروف ايحي اهم حاجة اللي انت اخدت بالك فعلا من فكرة الدروح او الاستلمات لان بعد النقلة الاسود اللعبها دي لو انا فضلت منع الملك من الحركة او منع الاسود ان هو يلعب اي نقلة طبيعية من غير ما اقول له كيش يتدورها فلازم اخلي بالي وابدأ احرك الرك بعيد عن المكان اللي كانت حبسه في الملك ده عشان يقدر يلعب نقلة من غير ما يكون محبوس او مخنوق ويحصل له ايه تشيك مات بعد كده لان احنا معانا قطعة قوية تقدر تعمل تشيك مات اللي هي الرك زي ما هنشوفه بعد كده ان الملك هيتحرك النقلة طبيعية خالص والرك تنزل تعمله تشيك مات ده صورة تانية برضو من صورة التعادل عن طريق الاستلمات ان الملك الاسود عليه اللعب هو واقف دلوقتي في الكورنر ومعاه قطعة اللي هي البشر دي كده تعادل ليه لان الرك بتاعت الابيض منع الفيل ان هو يتحرك لانه الفيل لو يتحرك هيبه الملك بتاعنا تحت التهديد وى احنا قينا دا كده ما ينفعش ان احنا نسيب الملك بتاعنا وقف بتهدد بقطعة تانية لازم دايمة ان يكون حامين الملك بتاعنا ونفس الكلام الملك عشان يجي자 اتحرك في لايئ شيك هيلاء البيشوب مهدد المربأ ده وزي برضو معارفنا قبل كده ان الملك ميفعش يروح في مربع متهدد ونفس الكلام ميفعش يجيه هنا لان الملك هيبه معدد المربع ده ونفس الكلام في المربع دهлы ويوجد غير دقي değil приз والنتيجة هنا لو الأسود عليه اللعب هيبقى الدور تعادل ده موقف برضو شبه اللي فات بالزبط حتى لو معنا قطع كتيرة جداً أكتر من قطعة معنا عسكريين أو ثلاث عساكر وفيل وبرضو مفيش ولا قطعة فيهم قادرة تتحرك نقلة طبيعية يبقى الموقف ده هيودينا للتعادل برضو وبكده يبقى خلصنا فاكرتنا النهاردة ونوصل بعد كده الفاكر تجربها بنفسك اللي بيقوم فيها أبطالنا بالتطبيق العملي على الدرس اللي تعلموا النهاردة دلوقتي معدنا مع جرابها بنفسك اللي هنتدرب فيها بشكل عملي على اللي شفناه بشكل نظري في الفاكر اللي فاتت وإحنا اتكلمنا النهاردة عن التعادل وعرفنا كويس إن دور الشطرنج مش بينتهي بمكسب أو خسارة بس دور الشطرنج بينتهي كمان بالتعادل وعرفنا إمتى الدور يبقى تعادل من ضمن حالات التعادل وأشهرها اللي ستلمي المواقف اللي هنشوفها معنا دلوقتي عبارة عن موقف لتقييم من 3 تقييمات يا إما الموقف اللي قدامنا هيبقى تشيك ميت وإحنا عرفنا كويس يعني تشيك ميت يا إما ستلمي يا إما الدور تعادل يا إما في لعب ولا ده ولا ده وحنبدأ مع يحيا وحنروح له دلوقتي وحنشوف أول موقف معنا دلوقتي يا يحيا الموقف اللي قدامنا دور فيه 3 احتمالات تشيك ميت ستلمي في لعب تقدر تقول لي دي أني حالة؟ ستلمي السبب أنها ستلمي العسكريين دولة مش عش يتحركوا والمالك ملوش حركة عن السبعة أربعة طبعا طبعا البونز البونز بتاكل بتعمل كابشر في الدياجونالز لكن احنا طبعا بنتكلم هنا عن الأسود البونز بتعمل كابشر في الدياجونالز لكن طول ما فيه حاجة وقفة قدامها هي ما تملكش الناف تحرك تبقى حركتها الليجل وكذلك هنا البون قدامه الكينج الأبيض ما يقدرش يتحرك طب المالك البلاك دوت لو تحرك هنا الفونز ده الفون ده قفل المربع طب لو تحرك في أي مربع من المربعين اللي لهم أبيض دول هنلاقي البيشوب قفل كل الدياجونالز التلات مربعات دول طبعا احنا كنا تعلمنا قبل كده اني المالك ما ينفعش أبدا يقرب من المالك بتاع الخصب لازم يكون فيه ما بينهم على الأقل مربع واحد وبالتالي المثال اللي احنا كنا لسه شايفينه كل المربعات بتاعت المالك غير متاح وما فيش أي قطعة من الجيش الخصب بتقولت شكل المالك وبالتالي حالة الدور ده ونتيجته بتكون تعادل تبقى لقاعدة نروح للمواقف الجاي مع نتالي ونشوف فيه حالة جديدة ونسألها المواقف اللي قدامنا ده يا نتالي واضح انه هو الاسود اللي لازم يكون عليه الدور لان فيه حاجة بتقوله تشك تمام؟ طيب الاسود ده هل هي تشك ميت ولا الاسود يلعب نقلة؟ الاسود اللي سيقدر يلعب نقلة ايه هي النقلة؟ يجيب البيشوف يعمل انتربوز قدام الكنج بالضبط انتربوزنج ده هي طريقة الدفاع اللي احنا هنستخدمها طبعا الملك لو البيشوف دوت ما كانش موجود كانت تشك ميت واسم الاسود ده باك رانك ميت لكن البيشوف موجود استأذنك تدفعي بالطريقة الصح برافو عليك وبكده احنا دفعنا عن الاتشك ميت او الاتشك اللي كانت متعرض لها الملك الاسود عن طريق الانتربوزنج او عن طريق ان احنا بنجيب قطعة تغطي وتقفل الطريق ما بين القطعة اللي بتهددنا والملك وفي الموقف اللي احنا كنا شايفينه ده ما كانش عندنا غير الاختيار ده الوحيد ان احنا نعمل انتربوزنج هروح ليحيا واسأله اخر سؤال الشكل اللي قدامنا ده يا احيار تعادل تشك ميت ولا نقدر نلعب تعادل ايه السبب ان هو تعادل يفيد الوحيدة وليست بيقدر يعمل كيش ميت ايه برافو عليك وده حالة جديدة من حالات التعادل شفناها مع بعض في الشرح النظري اللي هي حالة الانسوفيشنت متيريال ساعات بيكون فيه جيش من الجيوش فاضل معه متيريال زي الشكل اللي احنا كنا شايفينه معه بيشوف لكن ده مش كفاية ان هو يعمل تشك ميت قانونا مستحيل بيشوف يقدر يعمل تشك ميت مع كينج الواحده لازم يكون معه قونز او قطعة تانية بتساعده عشان نقدر نكسب الدور وبكده احنا شفنا التدريب الاولاد بشكل عملي على الاجزاء النظرية اللي احنا شفناها وده بيوصلنا لفقرة التحدي اللي احنا عنا شوفها مع بعض التحدي المستمر ما بين يحيا ونتالي نوصل مع بعض لفقرة التحدي دلوقتي معدنا مع التحدي اللي بتنافس فيه فريقي انا ونتالي مع فريق الملوك كابتن مصطفى ويحيا وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان نتيجة المباراة ايما فوز او هزيمة طبعا النهاردة تعلمنا نتيجة التالتة اللي ممكن تحصل اللي هي التعادل وعرفنا التلت طرق بتوحها النهاردة او التلت طرق اللي خدناه من النهاردة اللي هو ايما الملكين قصب بعض او ان يكون فيه ماتيريا غير كافية لعمل الكش مات او الطريقة التالتة اللي هي اللي ستيل مات اللي كنا بنقول عليها ان الملك ملوش اي حركة ولا معه اي قطع تانية تتحرك ودلوقتي هنبدأ تحدي جديد ما بين ناتالي وما بين يحيا هيلعبوا دور اتفضلوا يلا خلونا نبدأ طبعا يحيا بيلعب بالقطع البيضة وهو اللي هيبدأ الاول الابيض دايما هو اللي بيبدأ المباراة طبعا دايما زي ما احنا عارفين ومتعاودين وقلنا قبل كده دايما القطع بتكون قريبة من منطقة المركز او السنتر اللي احنا شرحناها قبل كده مع بعض طبعا الحاجات دي كويسة جدا طبعا الابيض اللي عبوه بس وحنا لسه ما اخدوش الكلام ده بس كويس ان بدأوا كده وما لسه ما تعلموش الكلام ده اعتقد ناتالي بيتحاول تتدارك الاخطاء اللي واحد فيها في المرات اللي فاتت انها كانت ساعات بتسيب النايت بتاعها هيتعمل له بين والفون يهدده فتخسر متيريا ويحيا بيدور طبعا على المربح لكن كل المبادلات دي ما زالت غير مربحة كما تتبايدل مع قطعة بنفس قمتها ده غير مربح لكن هو دلوقتي او بالزبط استعد فعلا اللي هو شال الحماية بتاعت العسكري وقدر يكسب العسكري فده فعلا ده مربح يقدر يكسب فيه اه عسكري كمت قليلة بس يعتبر مكسب متيريا طبعا فيه قاعدة من قواعد الشترنج زي ما احنا عارفين قاعدة انه ممنوع الكلام وانه احنا بنتكلم بشكل استثنائي عشان بس الإفادة فيه قاعدة تانية مهمة بسمها قاعدة التوتش مود دايما القطعة اللي بنلمسها بأيدينا لازم نحركها وما فيش اي امكانية ان احنا نتراجع عندها دي من الاهم قواعد لابت الشترنج ان القطعة اللي بتمسكها لازم نقوم بتحركها الا لو كانت نقلة غير قانونية بالتالي اللاعب بيحصل على انذار ولو اتكرر منه دا تاني بيخسر المباراة كلها لكن مدام نقلة قانونية ومسك القطعة لازم يحرك طبعا بيبقى ليه حرية الاختيار مدام ما سابهاش من ايده يحركها في اي مكان وده طبعا بيوصلنا لمعلومة مهمة جدا وهي اساس لعبة الشترنج اللي احنا لازم قبل ما نمس القطعة بتاعتنا نفكر الاول هنوديها فين ونلعب اين يمكن الموضوع بيتعلق بالقرار في الشترنج بيعلمنا ازاي نتاخذ القرار بشكل سليم ودي من امتع حاجة فيه ومن احسن فوايده غير انه كمان بيعلمنا ازاي بنتعلم ناخد قرار بشكل سليم بيعلمنا ازاي نتحمل مسئوليات قرارنا لان زي ما احنا قولنا نو تيك بيكس في الشترنج ماينفعش نرجع عبدا عن اللي احنا عملناه فزي كده ده برضو انعكاس لنا في الحقيقة لازم نتعلم دايما الحاجات اللي احنا بنعملها نتحمل مسئولياتها وطبعياتها شايف اكستشينج شغال طبعا ده واضح جدا كده ان هو ممكن يوصلنا الدرس اللي اتعلمنا النهاردة اللي هو الدرو لان كل القطع لو اكسرت اصبعت هو طبعا يحيى مع اسكار زيادة بس ممكن في الاخر يكسروا لو محفظ عليه بس لو وصلنا لان القطع كلها تتشايل ويبقى بس الملك وصد الملك يبقى دي حالة من حالات التعادل اللي تعلمناها النهاردة لكن طبعا من قوة البونز بالرغم من هي اقل قطع قيمة ما بين القطع التانية لكن هي ليها خاصية فريدة من نوعها بتتميز بها عن باقي القطع انها لو وصلت للصف الاخير اللي هو بالنسبة للابيض الصف التامن وبالنسبة للاسود الصف الاول القطع دي تقدر تتحول لكوين روك نايت او بيشوب طبعا معظمنا في معظم الاوات بنختار الكوين لانه هو اقوى قطع وبالتالي ممكن قيم الدركل لا تتغير في لحظة واحدة لو بون واحد بس وصل الصف الاخير طبعا دلوقتي عبدالنا عملوا تبادل لكل القطع فاضل بس عسكري زيادة مع يحيا لو قدر يحفظ عليه ممكن نقول انه ممكن يحصل مكسب اليحيا بس لو مقدرش يحفظ عليه ممكن نتيجة تطلع ليلتعاد طبعا مزال التفوق موجود عن دياحي موسيقى 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 عادة ممكن يكون عسكري واحد كافي جدا ان احنا نكسب دور لكن دايما بيحتاجنا قلات دقيقة وان احنا نلعب بمنتهى لدقة ونحسب حسابات جيدة جدا عشان نقدر نوصل للمكسب موسيقى موسيقى ناتا اللي بتحاول تخلص عساكر يحيا ويحيا بيحاول يدفع عنها يحاول يمنع اي دخول للملك الملك في الاند جيم ممكن يبدأ يبقى قطعة مهاجمة وتبدأ تاكل عساكر الخصم الثاني طبعا الاند جيم ديت هي المرحلة اللي بتكون فيها القطعة اللي موجودة على البورد وليلة جدا زي ما احنا شايفين القطعة الوحيدة اللي موجودة ملكين وبونز عساكر لذلك احنا بنقول ان دي مرحلة الاند جيم دور الشترنج بيبقى لي ثلاث مراحل بداية الدور وسط الدور نهاية الدور مزال الكستشنج الشغال يحيا قرر يرجع الماتيريال اللي كانت معاه عشان يحاول يجيب مكسب لو قدرت ناتا اللي فعلا تحافظ على العسكري ويتدافع عن التهديد اللي يحيا بيحاول يعمله ممكن الدور يوصل للتعادل فعلا وده اللي هنشوفه دلوقتي طبعا النتالي بتفكر وبتحاول تقايم الموقف وتحاول تستخدم المعلومات اللي هي اتعلمتها واتدخلها في الدور وتقدر تستخدم دوت وكذلك ده اللي بيعملوا يحيط طيب ممكن نكتفي لغاية دلوقتي باللي ابطالنا عملوه لان لغاية دلوقتي هما فعلا بيطبعوا اللي تتعلموه بس لسه فيه حاجات كتيرة لسه ما تعلماش وبكده وصلنا لنهاية تحدي حلقة النهاردة اللي انتهى بالتعادل وان شاء الله المرة اللي جاية نتعلم حاجات اكتر وصلنا دلوقتي لنهاية حلقتنا اتمنى تكونوا استفدتم اشوفكم على خير اشتركوا في القناة